السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الصف السادس سنقمل اليوم درس عالم النحلي الموجود في الكتاب صفحات 72 و 73 سوف أقرأ الفقرة الآتية هي الفقرة الثالثة وتسكن كل جماعة من النحلي في بيت خاص بها تصنعه بنفسها يسمى الخلية وتصنع العاملات عيون خليتها على هيئة شكل سداسي الأضلع وتتلاسق هذه الأضلع معا بطريقة هندسية رائعة لتسمح باحتواء أكبر عدد ممكن من أعضاء الخلية وقد يبني النحل بيته في الجبال أو على الألجار أو في خلايا خاصة من صنع الإنسان سنقوم الآن بتوضيح المفردات في هذه الفقرة أولاً عيون الخلية يقصد بها الأشكال السداسية في خلية النحل والتي يخزن فيها العسل احتواء أي اجتمال تتلاسق بمعنى تتلاحم متراصة الأعضاء أي المشتركين في حزب أو شركة أو جماعة أو نحو ذلك السؤال الذي يطرح عليكم أعزائي الطلاب أولاً أين يبني النحل بيته؟ قد يبني النحل بيته في الجبال وعلى الألجار وفي خلايا خاصة من صنع الإنسان أيضاً السؤال المهم في هذه الفقرة لماذا يبني النحل وخلاياه بشكل سداسي وليس أي شكل آخر؟ أعزائي الطلاب الشكل السداسي هو شكل خلية النحل هو يبنى بهذا الشكل لأنه يضمن تخزين إذن لأن شكل السداسي أعزائي الطلاب يضمن تخزين أقل كمية ممكنة من الرحيق والشمع في مساحة تخزينية كبيرة حيث يمكن للرحيق تغطية الجدران الستة للخلايا ويتم تنفيذ العمل بسهولة وسرعة وترتيب الأشكال السداسية بإحكام شديد دون ترك أي فرغ إذن هذه الفقرات تتحدث عن شكل خلية النحل وهو الشكل سداسي الأضلى كما تتحدث عن أماكن بناء النحل بيوته أين يبني النحل بيوته في الجبال وعلى الأشار وفي خلايا خاصة من صنع الإنسان أعزاء الطلاب تسكنوا هو فعلا مضارع مرفوع بالضماء بينما لتسمح اللام هنا لام التعليل وهو حرف نصب ودائما يأتي بعد حرف النصب فعل مضارع منصوب تسمح فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره فأنتقل الآن إلى الفقرة الأخرى يسهم النحل في زيادة إنتاج الأشار والأزهار عندما يتنقل بحثا عن رحيق أزهارها فينقل بجسمه حبوب اللقاح من شجرة إلى أخرى وهو ما يعرف بعملية تلقيح الأشار وهي عملية مهمة لاستكمال مراحل يموي الثمار أعزاء الطلاب سنقوم الآن بتوضيح المعاني في هذه الفقرة يسهم بمعنى يشارك التلقيح هي عملية نقل حبوب اللقاح من أطلع إلى الميسم بواطة الرياح أو النحل واستكمال أي إتمام ما كان نقصا إذن يسهم يشارك والتلقيح أي عملية نقل حبوب اللقاح من أطلع إلى الميسم بواسطة الرياح أو النحل واستكمال أي إتمام ما كان نقصا السؤال الذي يطرح هنا كيف يسهم النحل في زيادة إنتاج الأجار والأزهار عندما يتنقل بحثا عن رحيق أزهارها فينقل بجسمه حبوب اللقاح من شجرة إلى أخرى وهو ما يعرف بعملية تلقيح الأجار وهي عملية مهمة لاستكمال مراحل نمو السمار عزاء الطلاب الآن سوف نقوم بتوضيح بعض الأشياء في هذه الفقرة يسهمه فعله مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والنحل هو ساعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره الأجار هي كلمة دالة على جمع التكسي والواو هو حرف عطف والأزهار هو اسم معطوف مجرور بالكسرة من شجرة هذه شبه جملة وتعلمنا سابقا بأن شبه جملة قد تكون شبه جملة مكونة من جار ومجرور من هو حرف جار وشجرة اسم مجرور وعلى مجره تنوين الكسر الظاهر على آخره وهي ضمير منفصل هي ضمير منفصل للرفع للمفرد المؤنف سأنتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة في هذا الدرس عسل النحل غذاء مفيد للإنسان فضلا عن أهمية شمعه في صناعة أنواع معينة من الشموع والألوان والديهانات والمستحضرات الطبية قال تعالى وأبحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قل من كل ثمرات فسلك سبل فسلك سبل ربك ذلل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون عزاء الطلاب أولا سنقوم بتوضيح المعاني الآتية شمع النحل هي مادة لزيجة ينتجها النحل من العزل المستحضرات هي مادة يحصل عليها بإجراء عملية الإعداد والتحضير الكيميائية وتستخدم في مجالات الطب سبل بمعنى طرق وذلل بمعنى ميسرة ومهيئة أعزاء الطلاب هنا تتحدث الفقرة عن أهمية العسل وفوائده فالعسل هو غذاء مفيد للإنسان وشمعه يدخل في عدة صناعات منها صناعة أشموع والألوان والديهانات والمستحضرات الطبية أعزاء الطلاب كلمة نعسل مبتدى مرفوع بالضمى الظاهرة على أخيره وهو مضاف والنحل مضاف إليه مجرور بالكسرة أيضاً ذلك هو اسم إشارة للبعيد للمفرد المذكر ويتفكرون هو فعل من الأفعال الخمسة أيضاً كلمة الشموع والألوان هي كلمات دل على جمع التكسير أما الآن سوف أقوم بشرح الآية الكريمة الموجودة في هذه الفقرة أعزاء الطلاب تفسير الآية الكريمة لقد هدى الله تعالى النحل أن تأكل من كل ثمرات وتسعى في هذه السبول فلا يردها شيء ولا يمنعها مانع وقد ذلل الله لها حياتها ويسرها فتطير هنا وهناك من زهرة لأخرى ذلك لأن تنوع الثمرات يجعل العسل غنياً بالعناصر النافعة فإذا تناوله الإنسان ينصرف كل عنصر منه إلى شيء في الجسم فيكون فيه أشفاء بإذن الله وفي ذلك حكمة بالغة لا يدركها إلا أصحاب العقول النيرة الذين يتفكرون في مظاهر خلق الله ودلائل عظمته ووحدانيته أما الآن سوف أنتقل إلى الأفكار الرئيسة في هذه الفقرات أولاً تسكن كل جماعة من النحل في بيت خاص بها تكوين خلية النحل وأماكن بنائها إسهام النحل في زيادة إنتاج الأشجار والأزهر أهمية العسل وفوائده وسوف أقوم الآن بتوضيح ما قمت باستخراجه في هذه الفقرات أولاً حرف نصب وفعل مضارع منصوب لتسمح فعل من الأفعال الخمسة يتفكرون اسم عطوف الأزهاري جمع تكسير الألوان والشموع والأشجار مضاف إليه النحلي اسم إشارة للبعيد ذلك فعل مضارع مرفوع تسكن ويسهم وابتدأ مرفوع عسل ضد كلمة الكسل ما هي الكلمة التي هي ضد كلمة الكسل النشاط ضمير منفصل هي فاعل مرفوع يسهم النحل النحل حرف جر واسم مجرور من شجرة كما أخذنا أو تسمى بشبه الجملة هكذا أعزاء الطلاب أكون قد انتهيت من شرح درس عالم النحل عالم النحل ألقاكم بعون الله وتعالى الحص القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته